إدارة الكرة بنادي الزمالك بتنتظر لنهاية الموسم الجاري وحسم الفريق اللي لقبت دوري بشكل رسمي عشان تتكلم مع زيزو بخصوص الشرط الجزائي المنصوص في عقده الشرط الجزائي اللي في عقد أحمد سيد زيزو وقعد ما كان بيتجدد لنادي الزمالك هو 25 مليون جنيه وده رقم قليل جدا طيب 25 مليون جنيه ده يعني ايه تتكلم تقريبا في مليون و 200 ألف دولار ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة للنادي في مصر نوية يشتري أو يدفع الشرط الجزائي ويأخذ أحمد سيد زيزو ولا حاجة طبعا لأي نادي في الخليج أو في أوروبا ولا حاجة صراحة اللي عمل العادة ده وقتها أكيد لا يعلم بقيمة زيزو أكيد يعني فالرقم ده الزمالك هيقعد مع زيزو بعد نهاية الموسم ياخده الدوري وهيحاول يعدله الشرط الجزائي ده يكون أزياد من كده عشان الشرط الجزائي ده بسهولة جدا أي نادي ممكن يشتري زيزو يعني بسهولة طبعا لو هو رغب في ده أو ممكن يكون عايزي كمان في الزمالك حتى لو ما فيه شرط جزائي بس الرقم غريب غريب جدا يعني ده فيما يخص زيزو هيحصل ده بعد نهاية الموسم